اتصلت ببنت قبل فلاذة السبيع عمرة 19 سنة صاحي من النوم على الساعة 9 رايح الى مدرسة بأوقي محاضر إلا جوالي إن أرد بنت عمرة 19 سنة أقسم بالله أني ما قدرت أميز أميز كلامها من بكاءها تبغى تتوب تبغى تتغير لكن تقول أنا ما أظن شوف قلة الحياة وقلة الأدب مع الله أنا ما أتوقع الله يتوب علي وهذا ترى من قلة الأدب مع الله لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهي قاعدة تبكي قلت إيش سويت كلمت إيش أرسلتين الصور طلعت معاه وهي قاعدة تبكي يا بنت الناس لو سويت إيش يا الله يغفر لك قالت لي وهي تبكي أنا زانية أنا زانية أقسم بالله ما عرفت قيمة هذه الكلمة إلا لما سمعت من هذه البنت اللي عمره 19 سنة الآن لما نبعدنا عن القرآن وعن ألفاظ القرآن أصبحنا نستهيم ببعض الأمور لازم نرجع لألفاظ القرآن وألفاظ السنة حتى نفوق بعض الشباب لو جيت قلت له وجه اللي وجه يكلم بنات ويطلع مع بنات وينام مع بنات لو جيت قلت له أنت زاني تأكل معاه لكن هذه حقيقة هذه البنت وهي يتبكي قالت باختصار أنا زانية والله العظيم كلمة ليست بسيطة وليست هينة بل قد تهتز من أجل السماوات والأراضين ما عصي الله عز وجل بذنب ما عصي الله عز وجل بذنب كما جاء في الحديث أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج اللي يحل له إحنا هذه مشكلتنا اليوم مشكلتنا إننا بعدنا عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عز وجل عن هذه الكارثة عن هذه المصيبة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا شكرا 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 شكرا